موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بكم الى عدد جديد من ضيف الاخبار وضيفتنا اليوم هي رئيسة جمعية جهات المغرب باركا بعيدة للحديث عن حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وخارطة طريق المرحلة المقبلة بالاضافة الى المناظرة التانية المزمع تنظيمها شهر دجنبر القادم فاهلا ومرحبا بكم السيدة مباركا بعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب اهلا بكم على شاشة القناة التانية شكرا سيد خالد على الاستضافة اهلا بك ولنبدأ حوارنا بورش الجهوية المتقدمة بعد نحو التسع سنوات عن الشروع في تنسيله ما تقييمكم لحصيلة هذا الورش الملكي والدستوري أولا أشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع وهذا الورش كما قلتم هو ورش ملكي دستوري استراتيجي بامتياز أراده صاحب جلال نصره الله وأراده المغاربة أولا تنزيلا لروح الديمقراطية التي نريدها جميعا لبلدنا وكذلك من أجل تقريب سياسة العمومية للمواطنات والمواطنين ومن أجل أن يكون لها أثر جد إيجابي ومباشر في إطار تقسيم ترابي منسجم الذي يعطي نوع منه الإمكانيات أكثر لتنمية داخل المجال الترابي طبيعة الحال هذا الورش بدأ الآن منذ سنوات لأن هذا الورش هو ورش تنزيل اللامركزية التي اختار المغرب منذ عشرات سنين الآن والجهوية المتقدمة جاءت لتعطي قفزة نوعية لمسلسل اللامركزية بدأنا في هذا المسلسل اليوم كما قلتم بدأنا في تنزيل هذا المسلسل منذ سنة 2015 عبر الانتخابات الجهوية التي جاءت بهذه الصيغة الجديدة للجهوية المتقدمة وجاء الحمد لله إذن انتخابات 2021 كمرحلة ثانية لتنزيل الجهوية المتقدمة أعتبر شخصيا أن حصيلة الجهوية المتقدمة بالمغرب هي حصيلة جد إيجابية في ثمان سنوات الحمد لله كانت إنجازات جد مهمة مبنية أولا على إرادة سياسية قوية لصاحب الجلال نصره الله لحكومة صاحب الجلال للأحزاب السياسية للمجتمع المدني لجميع الشركاء الذين أرادوا إنجاح هذه التجربة وبالتالي هذه مسألة جد مهمة مسألة ثانية هو نسبة المساهمة في الانتخابات اللي كانت حقيقة جد مهمة خصوصا في الأقاليم الجنوبية التي أنتم إليها والتي أبدت أيضا الأهمية الكبرى لهذا الورش الاستراتيجي والملكي والنقطة الثالثة بطبيعة الحال هي أننا بدأنا أولا في المرحلة الأولى كنا نسميها بمرحلة التنزيل وكانت فعلا هي مرحلة التنزيل لأنها كانت مرحلة غنية من 2015 إلى 2021 غنية بترسنتها القانونية وبجميع المراسيم التطبيقية للجهوية المتقدمة وكانت بالتالي الحمد لله مرحلة للجهات الاثنى عشر بدأتك تعطي نتائج جد مهمة نحن نعلم أن اليوم الدور المنط للجهات أولا هو الجاذبية الاقتصادية والتنمية المحلية في إطار نوع من العدلة المجالية لكي نسهلوا التواصل مع المواطنات والمواطنين الجهة هي المستوى الأول مبعد الدولة على المستوى المركزي أو الحكومة على المستوى المركزي هي المستوى الأول لتنزيل السياسات العمومية على المستوى المجالي وهي مجموعة من الأقالم المنسجمة فيما بينها واللي من بعد تنزل الاستثمارات التي نريدها من أجل الدفع بتنمية داخل هذا المجال الترابي هذا بطبيعة الحال أعطى واحد دينامية جديدة داخل جميع الجهات لا يمكن أن ينكرها أحد منذ سنة 2015 إلى اليوم ودينامية ترتفع يوما على يوم الجهات اليوم عندها مبالغ مهمة للاستثمار الجهات اليوم عندها ميزانية تتجاوز عشر ملايير درهم اللي كتكون ما بين جميع الجهات الاثنى عشر وهذه الميزانية هذه أكثر من ثمانين في المائة من الميزانية كتمشي للاستثمار أي بمعنى أن هناك أولا لدينا ومن القانون كيف رد علينا كجهات أنه تكون عندنا أولا رؤية استراتيجية مبلورة عن طريق ما نسميه بالمخططات التنموية الجهوية اللي العمر ديالها خمس سنوات ولكن قبل المخططات التنموية الجهوية عندنا مخطط تهيئة ترابية الجهوي واللي عنده مدى أكثر من خمسة وعشر سنة أي يجب على الجهات ومنذ سنة 2015 بدأت الجهات الحمد لله بدأت أولا تنزل أولا بدأت تفكر وتعطي رؤيتها الاستراتيجية لما يمكن أن تكون التنمية المحلية داخل المجال الجهوي على مدى خمس وعشر سنة وبعد ذلك تشتغل على ما نسميه المخططات التنموية الجهوية لخمس سنوات أي كيف سوف ننزل في إطار من الملاءمة مع هذه الرؤية ديال خمس وعشر سنة أي الرؤية بعيدة المدى كيف سوف ننزل هذه الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع وذلك عبر مشاريع مشاريع تتخص تنمية أولا تتخص تقوية البنية التحتية للجهات تتخص أيضا نوع من الانتجام والتكامل داخل الجهات وكتخص أيضا الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للجهات وبالتالي اليوم الحمد لله الجهات أصبحت تلعب دور جد كبير أصبحت فاعل مهم ومخاطب مهم داخل الحقل السياسي من أجل تنزيل السياسات العمومية من أجل تقريب السياسات العمومية للمواطنات والمواطنين من أجل الاستماع لإحتياجات المواطنات والمواطنين وبلورت هذه الاحتياجات وهذه التطلبات بلورتها في سياسات جهوية منسجمة مع الرؤية المركزية وبالتالي الحمد لله اليوم بلغة يمكن أكثر تقنية أو لغة الأرقام أولا الحمد لله اليوم كما قلت المرحلة الأولى كانت مرحلة تنزيل كانت فيها ترسنة قانونية غنية كانت فيها أيضا استقطاب كفاءات على المستوى الجهوي كانت أيضا مفتوحة لتكوين النخب السياسية على المستوى الجهوي كانت أيضا مفتوحة لضبط الإختصاصات وكانت المناظرة دي الأقادير 2019 لتم توقيع على مثاق الهدف دياله الأول والآخير هو ضبط الإختصاصات الذاتية للجهات ودخلنا في مرحلة ثانية منذ سنة 2021 إن شاء الله إلى سنة 2027 التي نعتبرها مرحلة تفعيل أي بمعنى بدأنا حقيقة في الاستثمار بدأنا في تنزيل المشاريع بدأنا في الاشتغال على أرض الواقع سيدتي اتخاذ القرار على الصعيد الجهوي بالجودة وبالسرعة المطلوبة ويحتاج إلى موارد بشرية وكفاءات هل شهدت الإدارات والمؤسسات بالجهات تأهيلاً للموارد البشرية واستقطاباً للكفاءات؟ أشكرك سيدي على هذا السؤال نعتبر هذا السؤال وهذه النقطة جوهرية لأنه لا تنمية ولا نجاح بدون كفاءات وبدون موارد البشرية والموارد البشرية فيها سنتكلم عليها بتاتي النقط التي تمشي بطريقة بموازاة الأولى مع الأخرى أولاً النخبة السياسية يجب أن تكون النخبة السياسية واعية بالجانب الاستراتيجي وبالمدى الاستراتيجي للجهات لعمل الجهات والدور المنط للجهات وبالتالي هناك اختصاص ذاتي للمجالس الجهوية هو التكوين المنتخب وهذه مسألة جد مهمة لأنه يجب أن نكون منتخب الغد وهو منتخب ما يسمى اليوم بمنتخب استراتيجي أي أنه لديه أولاً نظرة أو رؤية استراتيجية وكذلك نوع من المسؤولية السياسية التي تلزم في بعض الأحيان أننا يجب أن نتخذ قرارات ليس بالضروري لها نوع منها الشعبية أو الشعبية ولكن قرارات هي جد مهمة مسألة الثانية هو الكفاءات الإدارية القانون اليوم يخوي للمجالس الجهوية أن تستقطب واحد عدد من المدرأ اللي عندهم الحمد لله يعني مستويات عالية مدير العام لمصالح الجهة له تقريباً مستوى كاتب عام وزري هناك أيضاً الحمد لله اليوم الوكالات الوطنية أو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع اللي هي عندها أيضاً تستقطب مدرأ عندهم الحمد لله ذو كفاءات عالية مدرأ آخرون داخل الجهات اللي عندهم مستوى مدرأ مركزيون ولكن هذا غير كافي أولاً لأن نسبة تأطير داخل الجهات اليوم نظراً لعدد المشاريع التي بدأت تشتغل عليها الجهات اللي كما قلت هي في عدد ارتفاعي تتزايد يوماً على يوم نسبة تأطير يجب أيضاً أن تواكب هذا العدد المشاريع ويجب أن نتمكن في يوم من الأيام أن نستقطب واحد عدد من المدرأ نساء ورجال ذو كفاءات عالية ثانياً هناك أيضاً مسألة لا تمركز لأننا نتكلم عن الجهوية المتقدمة والجهوية المتقدمة فيها محورين محور الأول هو المركزية عبر المجالس الجهوية والدور اللي كتلعبوا الاختصاصات ديالها والناس اللي كي يشتغلوا بها وهناك أيضاً اللات مركز الإداري اللي هو مسألة جد مهمة والذي يمكننا نختصره هو تنزيل الإدارة أو تقريب الإدارة للمواطن عبر إعطاء واحدة تفويد عدد من الاختصاصات من المركز للجهات اختصاصات وأيضاً ميزانية وهذا بطبيعة الحال كيتطلب كفاءات كيتطلب الناس في المستوى اللي يمكن أيضاً أن الإدارة تعتمد على اليوم وهناك الحمد لله اليوم جهودات كوبرة تقوم بها الدولة شفنا واحد العدد من المراسيم لمرات شفنا أيضاً بطبيعة الحال ميثاق لا تمركز اللي اليوم الدولة في إطار التنزيل أو الحكومة في إطار التنزيل اللي يأخذ شيئاً من الوقت من الوقت اليوم نتحدث عن أقطاب جهوية للإدارة وهذه بحدتها نقطة ذكية وإيجابية ولكن ننتظر تنزيل لها اللي غالباً سوف يأخذ بعضاً من الوقت لأننا في الجهات في بعض الأحيان ننقص من الصبر ونريد أن نشتغل بسرعة كبرى ولكن كما قلت في البداية الجهوية اليوم حصيلتنا في ثمان سنوات مقارنة مع دول أخرى رأي ممكن هي حصيلة دول أخرى في 15 سنة أو أكثر وبالتالي سمح لي نكمل هذه النقطة ذي الكفاءات نقطة ذي الكفاءات جد مهمة نشتغل عليها جميعاً أظن أن هناك نوع من توعية جماعية لدى الجميع إدارة ومؤسسات منتخبة من أجل استقطاب كفاءات الكفاءات أيضاً نستقطبها ليس فقط بخلق المناصب وبالرفع من مستوى الأجور ولكن أيضاً بخلق مناخ إيجابي للعيش داخل الجهات في الصحة، في التعليم، في التعليم العالي، في الرفاهية في واحد النوع من تسهيل ظروف الحياة من أجل استقطاب الكفاءات وبالتالي كسبقاً نقطة دي استقطاب الكفاءات وجاذبية للجهات عندها علاقة مباشرة من الأوراش المهمة أيضاً لإنجاح ورشة جهوية المتقدمة تسريع مسلسل الرقمنة ما أهم تحقق في مجال التحول الرقمي للإدارة على الصعيد الجهوي؟ بالطبيعة الحال هذا الرقمنة شكراً لأن أنا شخصياً لدي قناعة كبيرة بأهمية الرقمنة وأهمية ضبط الرقمنة داخل الجهات بالطبيعة الحال هناك مجهودات كبيرة للدولة ووزارة الداخلية مشكورة تسهار مع وزارة المالية مشكورة على تعميم الرقمنة داخل المجالس الجهوية هناك اليوم الحمد لله نظامات إعلامية أو مرقمنة التي نشتغل عليها داخل الجهات من أجل تسير المالية أنظمة معلوماتية بينية بينية إلى حد ما مع الخزينة العامة مع وزارة الداخلية مع وزارة المالية مع بعض القطاعات أيضاً من أجل أولاً مثلاً الاشتغال على ما يسمى بلمرشة ببليك نشتغل عليهم داخل هذه المنظمة منظمة مرقمنة أو أنظمة إعلامية يعني مندمجة النفس الشيء فيما يخص التسير المالي للجهات اليوم الحمد لله هناك أنظمة إعلامية مندمجة التي نشتغل عليها هناك منظمة ما يسمى بالجيد اللي هو اليوم معروف على المستوى ليس فقط ترابي ولكن الوطني واللي يجعل أننا ننقص من استعمال الورق داخل الجهات هناك أيضاً مكاتب ضبط رقمية اللي أيضاً بدأت أخذت مكانها منذ الكوفيد خصوصاً لأن أزمة الكوفيد كانت سرعت نوعاً ما هذا الوصول إلى مرحلة الرقمنة ولكن هذا ليس كافي لأنه أولاً يجب أن تكون لدينا يجب أولاً أن نشتغل مع الوزارة على تعميم الرقمنة للمجال الترابي لأنه اليوم كما شفت حتى الدراسة مثلاً تعليم نحاول ما أمكن أن نعمم الرقمنة داخل التعليم ويجب أن تكون لدينا نوع من ما يسمى اليوم البنية التحتية الرقمية وهذا هو الأهم يجب تقوية البنية التحتية الرقمية داخل المجال الترابي ونحن نستعدين أنا شخصياً عملت لقاء مع السيدة الوزيرة من أجل أن نرفع علىها واحد العدد من الطلبات وخصوصاً أن نعبر على استعدادنا من أجل تعميم هذه البنية التحتية الرقمية وأن نقويها نحن نشتغل على البنية التحتية ديال الطرق وديال المطارات والموانئ إلى غير ذلك يجب أن نشتغل على البنية التحتية للرقمنا سيدة مباركة بعيدة أنتم رئيسة جمعية جهة المغرب وأيضاً تقلتم في السنوات الماضية مناصب وزارية وأنتم أيضاً رئيسة جهة قلميم ودنون وخبرتم العمل على المستوى المحلي والجهوي كيف تنظرون إلى ورشة الجهوية المتقدمة وانعكاسه على ساكنة القلم الجنوبية سواء فيما يتعلق بالتنمية تجويد الخدمات تعميم المشاريع تقليص الفورق المجالية والاجتماعية أنا بالنسبة لي أظن أنه أحسن تجربة لأي شخص دخل غمار السياسة هو تجربة الجهوية مسألة أخرى تحدثتم عليها وأشكركم هي المناطق الجنوبية الأقاليم أو الجهات الجنوبية الثلاثة التي أرد صاحب الجلالة نصره الله أن تكون منطلق الجهوية المتقدمة عبر تنزيل نموذج تنموي الجهوي بالأقاليم الجنوبية ولا أحد ينكر اليوم الآثار الجد الإيجابي لما أطلقه صاحب الجلالة سنة 2015 و2016 عبر البرامج تنموية المندمجة كانت في الحقيقة بداية تنمية ورافعة اقتصادية مهمة داخل الأقاليم الجنوبية شفنا ونرى اليوم الحمد لله التطور الذي عرفته القفز النوعية حقيقة التي عرفتها جهة الدخل والذهب نرى أيضا القفز النوعية التي عرفتها جهة العيون الساقية الحمراء ونرى اليوم الحمد لله أن جهة قريمي موادنود بدأت تأخذ طريق صحيح وسوف أنا كي ظهر للمشاريع التي نشتغل عليها اليوم لا المنبثقة من البرنامج تنموي المندمج الذي تم توقيعه أمام أندار ساحب جلالة نصر ولا البرامج الأخرى كالتعاقد ما بين الدولة والجهة 2021-2023 ولا المخطط تنموي الجهوي 2022-2027 ولا البرامج الأخرى كبرنامج تقليص الفوارق كذلك في السنوات المقبلة ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله سوف جهة قريمي موادنود سوف نرى المشاريع حقيقة منجزة على أرض الواقع مع العلم أن هناك تأثير جد إيجابي على ناتج داخلي الخام في الأقاليم الجنوبية نشاهد الحمد لله أن نسبة ناتج داخلي الخام داخل الأقاليم الجنوبية برمتها ثلاث جهات تم يعرف ارتفاع متواصل نظرا للحمد لله الاستثمارات العمومية وعلى رأسها أيضا استثمارات التي تقوم بها الجهات والتي سيكون عليها أثر أيضا من أجل استقطاب القطاع الخاص وهذا لما نستقطب القطاع الخاص إن شاء الله سوف نتحدث عن نسبة تشغيل التي سوف تبدأ إن شاء الله في إطار المرحلة التي نشتغلها عليها اليوم والسادة بعيدة خلال الأسبوع الماضي عقدت اللجنة الاستراتيجية لتقييم ورشة جهوية المتقدمة اجتماعا تم خلاله بلورة خارطة طريقة المرحلة المقبلة ما هي الخطوط العريضة لهذه الخارطة وما هي أهدافها؟ كانت بطبيعة الحال هذا اللقاء اللي كنشكر عليه سيد وزير الداخلية والسادة الوزراء وزراء حكومة صاحب الجلالة اللي دائما يحضرون بانتظام في هذه اللقاءات اللي هي لقاء دوري نقتنم هذه الفرصة من أجل تقييم الجهوية ومن أجل أيضا ضبط خريطة الطريق بطبيعة الحال أهم مخرجات هذا اللقاء تحدثنا تقريبا على ثلاثة ديالنقاط مهمة النقطة الأولى هي الموارد المالية للجهات كما قلت سابقا الحمد لله اليوم الجهات تستثمر أكثر من 80% من مواردها تذهب للاستثمار والتجهيز للجهات والحمد لله أيضا هناك التزام من طرف الدولة اللي تحترمه الدولة تمام الاحترام هو رصد ميزانية 10 ملاير درهم للجهات الـ 12 هناك أيضا التزام من طرف الجهات من أجل الاشتغال على الموارد الذاتية واللي هي غير حقيقة صعب في بعض الأحيان وفي بعض المناطق اليوم أن نشتغل عليها بالثلاثة ولكن يجب أن نبدأ الاشتغال عليها وبالتالي النقطة الأولى التي تحدثنا على هي الموارد المالية لأنه الجهات أيضا اليوم كما قلت تعرف تعرف وارتفاعا في الاستثمارات وارتفاع أيضا بالتكلفة المالية للاستثمارات وبالتالي النقطة هذه يجب أن تبقى دائما حاضرة لدينا الجانب الثاني هو الموارد البشرية تحدثت سابقا على أهميتها والجانب الثالث هو التعاقد مستر التعاقد ما بين الجهات والدولة وكيف يمكن أن نسهل مستر التعاقد وكيف أن نسهل تنزيل الإختصاصات المشتركة على أرض الواقع لأنه لما تكون عندك أكثر من شريك هناك تعاقدات إلى غير ذلك تحدثنا أيضا على تنظيم المناظرة الثانية إن شاء الله للجهوية المتقدمة اللي إن شاء الله نتمنى أن ننظمها خلال سنة 2024 واللي غالبا النقطة المهمة اللي سنشتغل عليها في هذه المناظرة هي الاستثمار على ميثاق الاستثمار اليوم لأنه يجب أن يكون هناك ملاءمة أن يكون هناك تكامل ما بين الجهات ما تقوم بالجهات ما يوفره ميثاق الاستثمار من تشجيع للمستثمرين ويجب أن يكون هناك نوع من العدالة المجالية لجلب المستثمرين للمجالات الترابية وبطبيعة الحل نوع من الانتجام ما بين الجميع من أجل لدينا جميعا نوع من القيمة المضافة ونعطوه واحد قفزة نوعية للاستثمار داخل الجهات السيدة مباركة بعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب شكرا لكم على قبول دعوتنا وشكرا لكم أيضا على كل هذه التوضيحات شكرا لكم سيد خالد وشكرا لتقم تقني المرافق وشكرا لدزام على الاهتمام بهذا الموضوع الاستراتيجي شكرا والشكر موصول لكم مشاهدنا الكرام على طيب المتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء